ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله على صفحته رسمية في الفيسبوك إن شهر رمضان وقت تجمع تحتفل العائلات والأصدقاء فيه من خلال الاجتماع معنا وأضفت رودو في هذه السنة سيبدو شهر رمضان مختلفا بينما نواصل مكافحة جائحة كوفيد 19 العالمية ونعمل على حماية مجتمعتنا من خلال البقاء في المنازل واتباع نصيحة خبراء الصحة العامة وتبع رئيس الوزراء الكندي خلال هذه الأزمة فإن قيم الإسلام والرحمة والامتنان والكرم يتردد صدها أكثر من أي وقت مضى ونرى الكنديين المسلمين يساعدون جيرانهم وأشار إلى أن رمضان يذكرنا في زمن الصدقة والتأمل الروحي بأن نضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاتنا وأن نمارس تلك القيم في حياتنا اليومية ويذكر أن عدد المسلمين في كندا يبلغ وفق المسح الوطني للأسر الكندي لعام 2011 مليون مسلم أغلبهم من مقاطعات أونطاريو وكيبك وألبيرتا ما يجعل الإسلام تاني أكبر شريعة في البلاد بعد المسيحية السلام عليكم اليوم مسلمين في كندا والرقم رؤية الأولى وقد قد اعطيك أن رمضان سنوات للغاية وفي وحادث لا يؤدون أن رمضان سنوات هذا يوما ينحن أن الناس لنحن سيكون في صحيح حيث في حيث المسلمين بين الناس المسلمين لدينا جديد كمسلمين بتونات لكي أمن وفي هذا المنزل من المحضة في المنزل إلى المسلمين مع خيارات الملاجبات المسلمين تلقى المسلمين المسلمين يتعبون للنفاق ليساعد أن تفعل تحديث بهيجانات المجموعة لا المستخدمة وضع دائما في الوصف المعارضة من تجارب الأمر عجيلا مع تلك حبيث، ومن يجرأ العديد من الكثير من الممارضة ومع احجابنا أيضًا لإنجازنا تطورنا من يتكن من الأسلوب حتى نطور المبيع وتشعر الجليل ونطورنا وانلا يجب عليهم يجب أن نطور رمضان تحديث مطرنا ضرب المنطقة بسطورا مستداد أن تتبع في اليسار والمصق والمسجرين إلى المنزل. التي تنميزها المنزل أتصل إلى المنزل. ونحن لدينا حياتي وحسب محوظاً للمرة في المنزل. وإن تحصل إلى لأسفق أليس بشكل وشيء. وهذا رمضان ستكون مختلفا من المنزل لكن من أجلنا نحوظهم ومشاهدوا من خلالي ومقائم أعرف أنه سيكون لجميع المنزل ومشاهدتك. على المساة والمعنى يشاهدون كل مقابلين. رمضان مبارك